بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سندرس اليوم درس التورية لاحظي أن كل المحسنات التي درسناها سابقا كانت تقع بين كلمتين أو أكثر كالطباق والمقابلة والسجع كل هذه المحسنات الآن ما يميز التورية بداية أنها تكون في كلمة واحدة فقط وهي مفتاح ممكن يساعدني تكون في كلمة واحدة فقط التعريف النظري لمعنى التورية هو أن يكون للكلمة معنيان معنى قريب يسرع إلى الذهن شو يعني معنى قريب؟ يعني مجمد ما أشوف هاي الكلمة المعنى اللي بيخطر ببالي سريعا هذا بسميه معنى قريب ودائما دائما المعنى القريب اللي بيخطر ببالي مباشرة ليس هو المعنى المقصود وغير المقصود ومعنى بعيد لن أعرفه إلا عندما أفهم السياق وهو دائما المقصود كيف؟ نشوف الأمثلة لله إن الشهد يوم فراقهم ما لذ لي فالصبر كيف يطيب بداية الصبر كلمة مخطوط تحتها ففيها تورية بما إنه فيها تورية إذن مباشرة بيخطر ببالي أنه لكلمة الصبر معنيان معنى قريب ومعنى بعيد كما قلنا هنا لها معنيان قريب وبعيد والمعنى القريب دائما مش هو المقصود شوف شو يعني بدايةً أي سؤال فيه وضح التورية بفضل يكون جوابك عبارة عن واحد تنين ثلاثة أسهل إلك لترتيب أفكارك لنحفظ هاي العبارة طبعا ما عادة اللي بالأصفر هي رح تتغير الباقي بنا نحفظه كل كلمة فيها تورية بدي يكون لها معنى قريب يسرى إلى الذهن وهو غير المقصود هاي العبارة ما نحفظها ومعطبها يشوف شوية أنا أنا يقول الشاعر لله إن الشهد يوم فراقهم ما لذى ليه يوم فارقتهم ما أحببت الشهد شهد العسل حين فارقتهم لم أحب الشهد فكيف لي أن أحب الصبر مباشرة بس تشوف إنه ما أحببت الشهد فكيف سأحب الصبر ما أحببت العسل فكيف سأحب الصبر ما المعنى الذي يخطر ببالك بالصبر يخطر ببالك نبات الصبر إذن هذا المعنى السريع القريب شهد يعني معنى قريب يعني مباشرة لما أسمع إنه أنا ما حبيت العسل لما فارقتهم كيف رح أحب الصبر يخطر ببالي عفوا إنه نبات الصبر بدنا نعرف إنه المعنى القريب دائما غير المقصود هيدا نحفظه هو غير المقصود وهي هاي دائما دائما غير المقصود ودائما توجيه لا بد عند معرفة المعنى القريب من وجود ما يسمى بدليل بقرينة نكتب نستخدم كلمة دليل بدليل بالمثال هذا الدليل هو الذي يجعلك هذا المعنى يخطر ببالي يعني ما الذي يجعلني أفترض أن معنى الصبر هو نبات الصبر كلمة الشهد مجرد ما ربطت أنه أنا ما حبيت العسل لما فارقتكم فكيف سأحب الصبر حربتوا نباتات ببعض رح أقول العسل مع الصبر رح أقول أنه أنا ما حبيت العسل فكيف رح أحب الصبر ننتفي على شغلة دائما دائما المعنى القريب ليس المعنى المقصود اتفقنا عليها المعنى البعيد هو الصبر بمعنى تحمل المشقة وشايفي هاي جملة بدلالة السياق هاي دائما يتوجيه إنتهي نكتب معapatاه البعنى البعيد دائما بعد ما تطلع المعنى بتقولي بدلالة سياق 啥 يعني بدلالة سياق يعني هذا المعنى المخبر لأني لم أفهمت البيت طلعته و بالمناسبе هذا الدرس يا توجيه درس حفز بامتياز بدنا نفهمه بدنا نحفظ كل الأمثلة سواء اللي وارده بالدرس أو اللي وارده بالأسئلة نشوف مثال آخر عشان نتأكد إن أمورنا تمام وواد حكى الخنساء لا في شجونه ولكن له عيناني تبكي على صخر لمجرد الكلمة المخطوط تحتها الصخر إذا صخر كلمة فيها تورية تمام إذا إحنا اتفقنا فيها تورية إذا لها حاولت تتحكي معي وأنا عم تشرح لها معنى يعني معنى قريب ومعنى بعيد المعنى القريب دائما ليس المقصود والمعنى البعيد دائما المقصود ننتفع لهذه الأمور الحفظ المعنى القريب اللي أول معنى بيخطر بباني نشوف وواد حكى الخنساء خنساء لا في شجونه ولكن له عيناني تبكي على صخر إحنا متعودين دائما الخنساء تبكي أخاها صخر دائما الخنساء ترسي أخاها صخر إحنا متعودين دائما الخنساء في رتاء أخيها صخر إذن الآن أول جواب أو أول معنى لكلمة صخر يخطر بباله هو أخو الخنساء شخص اسمه صخر طيب بدي أضلع الدليل يعني لابد توجيه دائماً للمعنى القريب من دليل يعني دكتولي أنه والله هاي الكلمة خلت المعنى اللي يخطر بباله هو أخو الخنساء شو هي الكلمة الخنساء؟ أنا ربطت لما شفت كلمة الخنساء وصخر ربطت أنه الخنساء أخو صخر بس إذن معنى قريب يسرع إلى الذهن وهو غير المقصود وهي حفظ أنه هو صخر أخو الخنساء بدليل قلناه كلمة الخنساء بما أنه معنى القريب فهو أكيد مش المقصود طب ما المعنى المقصود المعنى البعيد اللي هو صخر الوادية وبدك تكتبه بها دائماً بدلالة في السياق أفهم معنى البيت وأطلع معنى هي أنه صخر الوادية بنا نرجع نحفظ هذا المعنى يعني بدك تحفظي المعنى يعني لصخر قريب وبعيد والدليل هدول كله بنا نحفظهم جيم وربوع كم وجدنا طيبها حين ضاع الشيح فيها والخزامة الكلمة المخطوط تحتها ضاع يعني ضاع فيها تورية تمام من أنه فيها تورية إذن أنا بدأي أكون عارفة وفي عندي معنى قريب وهناك معنى بعيد المعنى القريب لأنه لما أقرأ البت أول مرة أول شيء بيخطر ببالي بيسرع إلى ذهني نشوف شو هو وربوع كم وجدنا طيبها حين ضاع الشيح وجدنا الطيبة لما ضاع الشيح طب شو يعني وجدنا الطيب هون؟ شو يعني ضاع الشيح؟ أنا مجلد ما أشوف كلمة وجدنا وضاعة تختل ببالي إنه هون الضياع يعني عكس وجدنا يعني وربوعا كم وجدنا الطيب؟ وجدنا الطيب حين ضاع الشيح إذا ضاع هون بمعنى الضياع طب الدليل القرينة اللي خلت كلمة الضياع تختل ببالي كلمة وجدنا لما قلت وجدنا الضاعة عكس بعض فما إنه المعنى الطريفة هو أكيد مش المقصود طب ما المعنى المقصود؟ المعنى البعيد اللي هو فاحة وانتشرت رائحة وهو بنا نكتب عندها بدلالة السياق ذات السياق هاي داما بتهتيجي لي مع المعنى البعيد هاي الكلمة بنا نحفظها أو التركيب مع المعنى البعيد بنا نحفظ كل أمثلة الكتاب وأمثلة الأسئلة لآخرهم تلخص تعريف التورية هي استعمال كلمة بمعنيين تمام كل كلمة فيها تورية لها معنيان معنى قريب ومعنى بعيد المعنى القريب هو أول ما بقرأ المثال بيخطر ببالي مباشرة هذا اسمه معنى قريب ومعنى البعيد اللي بعدين بدي أفهمه من السياق دائما دائما المعنى القريب ليس المقصود ودائما المعنى البعيد هو المقصود وعند المعنى البعيد نكتب بدلالة السياق طيب ما الغرض منها التورية؟ يعني ليش أعمل كل هاللفث ومعنى قريب ومعنى بعيد وواء إلى آخرين؟ الغرض هو التورية تحفز انتباه المتلقي وتشده إلى المعنى الغامض المقصود بالكلام يعني بما أنه راح أفهم أنه أنا أول معنى خضر بباري مش هو المعنى الصحيح أو المقصود عفوا فأنا بدي أسير قدامي هلأ نوع من الغموض فبدي أسير أفهم البيت أكتر وأفهم السياق أكتر حتى أفهم التورية نفتح الكتاب صفحة 83 ونبدأ بحل الأسئلة أتمنى منك أن توقف في التسجيل تقوم بحل الأسئلة منفردة ثم تراجع حل الأسئلة معي بيّن التورية فيما تحته خط في كل مثالنا الأمثلة الآن نبدأ والنهر يشبه مبردة فلأجل ذا يجلو الصدى الصدى مخطوط تحتها تمام والسؤال بيقول لك بيّن التورية تمام إذن أنا بدي أفهم أن الصدى لها معنى يعني معنى قريب معنى بعيد معنى قريب ليس المقصود معنى بعيد هو المقصود نشوف حين أن يقول الشاعر والنهر يشبه مبرد مبرد فلأجل ذا يجلو الصدى هلأ مجالما نشوف كلمة مبرد وصدى يخطر البالي شو المقصود بالصدى؟ الحديد صدى الحديد إذن المعنى القريب صدى الحديد صدى الحديد بدليل كلمة مبرد يعني أنا مجالما كلمة مبرد خلت يخطر بذهن مباشرة الحديد فالصدى بمعنى صدى الحديد وأنا حافظة أنه دائما المعنى القريب ليس المقصود إذن أكيد مش المقصود صدى الحديد طب ما المقصود بالصدى هنا؟ العطش وبنكتب بدلالة السياق وبنحفظ هذا المعنى القريب ومعنى البعيد والدليل يعني أنا مثل بكل مثال مطلوب من ثلاث أشياء معنى قريب ودلالته ومعنى بعيد ونكتب جنبه بدلالة السياق ولي من اللحظ سهام به نموت ونبلة نبلة كلمة مخطوط تحتها إذن كلمة نبلة فيها توريع إذن لها معنى قريب وبعيد نبلة حين نرى كلمة سهام يخطر ببالي إنها من النبال ما هي النبال؟ النبال السهام إذن المعنى القريب اللي بيخطر ببالي هو السهم تمام؟ السهم شو الدليل اللي خل المبلة معناها السهام تخطر ببالي كلمة السهام اللي هون؟ ها هي الدليل تمام؟ سهما المعنى البعيد نفنى ونهلك تمام؟ بدلالة السياق أبيات شعرك كالقصور ولا قصور بها يعوق ومن العجائب لفظها حر ومعناها رقيق أنا كلمة رقيق فيها تورية تورية لها معنى قريب لها معنى بعيد طيب مجرد ما أشوف من العجائب لفظها حر ومعناها رقيق ما هو الرق باللغة؟ أو ما هي كلمة الرقيق؟ يعني من العبودية رقيق فأنا بمجرد ما أشوف كلمة حر أقول اللفظ حر والمعنى رقيق فممكن يخطر ببالي العبد من عكس الحر طيب ما الذي جعله كلمة الرقيق يتبادر إلى دهني سريعا أنه معناها العبد بدلال كلمة الحر يعني مجرد ما ربطت شوفت كلمة الحر ربطت عنها طباق ممكن تكون الحر والرقيق الرقيق من معنى العبودية فالمعنى القريب هو العبد والدليل كلمة حر وبما أنه المعنى القريب اللي خطر ببالي فأكيد ليس هو المقصود طيب معنى البعيد المقصود اللي هو العذب والسلس رقيق من الرقة يعني تمام؟ هذا هو المعنى البعيد الطير تقرأ والغدير صحيفة والريح تكتب واستحاب ينقطوه كلمة ينقط فيها تورية يعني فيها معنى قريب وفيها معنى بعيد طيب المعنى القريب بدي لقائي كلمة بالبيت أعطتني دليل وساعدتني لما قولك الريح تكتب والسحاب ينقط شو بيخطر ببالي؟ إنه الريح تكتب بين الكتابة والسحاب تضع النقاط على هذه الحروف التي كتبتها الريح مش هيك بدي يخطر ببالي هلا دائما دائما في عندي قرينة في عندي دليل يخلي هذا الجوع بيخطر ببالي كمان مرة بما أنه شو بتكلمة تكتب رح يخطر ببالي المعنى الآتي وهذا منطق جدا أنه يخطر ببالي هيك الريح تكتب فكأنها إنسان يكتب والسحاب ينقط يعني الريح بتكتب بعدين بيجي السحاب يحط النقاط على الحروف اللي كتبها الريح فالمعنى السريع نقط الحروف يعني وضع النقاط على الحروف تمام؟ هذا معنى قريب بما أنه معنى قريب فهو ليس المقصود طيب شو الدليل اللي يخطر ببالي كلمة تكتب؟ فبربط الكتاب بالتنقية طيب المعنى البعيد إنزال نقاط المطر إنزال نقاط المطر بدلالة السياق ومثالة السياق قلنا دائما تكون مع المعنى البعيد طيب السؤال الثاني وضح المحسنات البديعية في كل مما يليم يعني باختصار هذا السؤال جمع كل الوحدة الست دروس اللي درسناهم نشوف قال تعالى في الذين كرهوا الجهاد وتخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبوا صدق الله العظيم من جود ما أشوف يضحكوا ويبكوا وقليلا وكثيرا لما يكون عندي توجيه كلمتان ثم جئنا بكلمتين متضادتين يعني كلمة وعكسها ثم كلمة وعكسها شو ما نسميها قلنا مقابلة وليش مش طباق لأنهم أكتر من كلمة مع أكتر من كلمة ومتفين على هذا الحكيه لو كانت يضحك ويبكوا لحالها تمام طباق بس بما أنه صارت كلمتين وبعدين جئنا بعكسهما على الترتيب فإذا هون صارت مقابلة تمام قال عليه الصلاة والسلام رحم الله عبداً آها يا عفوة مسخينا نزبطها رحم الله عبداً قال فغنم أو سكت فسلم نشوف نريد ما أشوف قالة وسكتة هدول شو سميناهم طباق إجاب قالة عكسها سكتة طباق إجاب غنم أو سلم غنم سلم لحظة أنه الغنم هايها انتهت بالعبارة بآخر حرف اللي هو الميم اللي بعدها بحرف الميم فغنم وسلم استجع ويكونوا في حرف الميم لكن عندي أنا هون محسنين عندي طباق إجاب بقال وسكت وعندي سجع حرف الميم بغنم وسلم شكراً لنسمة أرضكم كم بلغت عني تحية لا غروة إن حفظت أحاديث الهوى فهي الذكية الآن في عندي كلمة الذكية وهي بدنا نحفظها فيها تورية طيب في عندي تورية بما أنه في عندي تورية هون بالذكية إذن في عندي معنى قريب ومعنى بعيد طيب أنت حاول ما تتفرج على الإجابة لما أقولك حفظت أحاديث الهوى فهي الذكية هي تحفظ فهي ذكية إذن شو بيصدر ببالك الذكية معناها هون تمام الذكية من الذكاء تميز لأنه بدليل كلمة حفظت أحاديث الهوى فالذي يحفظ هو إنسان ذكي إذن الذكية بمعنى متميزة يعني من الذكاء الدليل اللي خلاني أفترض أنه هذا المعنى القريب كلمة حفظت أحاديث الهوى يعني استطاعت أن تحفظ أحاديث الهوى فهي ذكية وبما أنه المعنى القريب اللي خطت ببالي المتميزة أو الذكية فإذن أكيد ليس هو المقصود طيب ما المقصود ذات الرائحة الطيبة فإن كتبها هيك هذا المعنى البعيد واللي هو أكيد المقصود قال أبو العلاء المعري متغزلا لغيري زكاة من جمال فإن تكن زكاة جمال جمال فإذكري ابن السبيل في عندي مجرد ما أشوف جمال وجمال جمال وجمال هاي بسميها جناس غير تام وأخذناها والسبب اختلاف الحركة يعني نفس الكلمة بس هون عندي كسرة وعندي فتحة فاختلافت الحركة وهما جناس غير تام قال أبو تمام بيدو الصفائح لا سودو الصحائف في متونهن جلاؤو الشكي الشكي بس نضبطها ورية بهم المحسنات عندي بيض وسود بيض عكس السود لما أنه بيض وسود إذا انطباق إيجاب صفائح وصحائف جناس غير تام السبب اختلاف ترتيب الحروف يعني هون شو عندي صفائح صحائف هي نفس الحروف بس اللي اختلط ما يشوف ترتيبها فإحنا أخذناها مطولا سابقا بأن الجناس إذا اختلفت ترتيب الحروف فهو جناس غير تام ستة سائل اللئيم يرجع ودمه سائل سائل وسائل نبلش سائل الأولى وسائل التاني سائل اللئيم بمعنى سأله أو اطلب منه يرجع ودمه سائل يعني يسير من السيالان في عندي سائل وسائل منلاحظ كشكل تماما متطابقين تفقطا فيه نوع الحروف سين ألف همزي لام سين ألف همزي لام عددها نفس العدد ترتيب هايها نفس الترتيب والحركات سائل وسائل نفس الشي وإحنا متفقين أنه آخر حرف لا يعنيه لأنه بالاختلاف الحالي الإعرابية بما أنه اتفقت الكلمتان في النوع الحرفي والعددي والترتيب والحركة واختلافتها في المعنى فهذا جناس تام محسن آخر سائل وسائل قلنا إذا الكلمة جاءت في نهاية العبارة وجاء ما يشبهها أو يماثلها في بداية العبارة فهذا رد العجز على الصدر أو التصدير لذلك عندي محسنين بنفس الكلمتان فيها جناس تام وفيها تصدير أو رد العجز آخر مثال قال ابن المعتز في وصف الكتاب والقلم الكتاب والج الأبواب جريء على الحجاب به يشخص المشتاق ومنه يداول الفراق والقلم مجهز لجيوش الكلام يخدم الإرادة يسكت واقفا وينطق سائرا بداية نطلع هون عند الفاصل عند نهاية الجملة عندي الأبواب عندي الأبواب الحجاب با وبا هذا شو بسميه قلنا سجع الأبواب الحجاب السجع في حرف البا نكمل به يشخص المشتاق هاي القاف والفراق قاف أيضا سجع هاي ها مشتاق والفراق سجع في حرف القاف هلا يسكت واقفا وينطق سائرا أو يسكت واقفا عندي يسكت وينطق عكس بعض واقف وسائر عكس بعض إذا يجي عندي كلمتين وعكسكم وعكسهم كلمتين شو قلناها اسمها مقابلة تمام هذا مرة أخرى في آخر مثال في عندي سجع بالباق سجع بالقاف مقابلة في آخر كلمتين لأنه أكتر من كلمة تمام وبهذا عزيزاتي نكون قد انتهينا من درس التورية ومن أسئلته أتمنى منك حفظ الأمثلة جميعها بالتفصيل حفظ أمثلة الكتاب وأمثلة الشرح والأسئلة كاملة تمام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته